السلام عليكم ازيكم متى كاترة ان شاء الله تكون بخير معلاش شبا واعتذر لكم عن الجودة بتاعت داخلة الفيديوهين بتاعت النهاردة ومرة اللي فاتت لان السوكت بتاع مدخل المايك بتاع الكاميرا في مشكلة فبيعمل صوت زنة كتيرا بتاعمل مشكلة في المونتاج ببقى موضوع مش لطيف انا يهمني الصوت على الصورة ايا كان معلاش شبا على الشكل ده ايا كان ربنا يعينكو ويعيننا ان شاء الله النهاردة هنكمل شغلنا في التانج كونديشن الفيديو اللي فات كنا ابتدينا كلامه في التونج كونديشن الشطر ده ايادي كاترة اللطيف بيجمع كل الكلام لكنا اخدناها في السنين اللي فاتت عن المشاكل اللي ممكن نقبلها في التونج spend المرة اللي فاتت بشكل تفصيلي تتكلمي عن ال المط Adventure النهضة بإذن الله لكاترة هنتكلم عن أنواع تانية كتير تروماتيك كونديشن هنتكلم عن نيوبلاستيك كونديشن سواء كانت بناين أو كانت ماليجنانت وبعد كاترة هنتكلم عن ايديوباسيك كونديشن مشاكل مش باين لها أسباب قوي زي الهيري تونج وزي الجيوغرافيك تونج دل ان شاء الله ده كاترة هنعرفه مع بعض في فيديو النهاردة وان شاء الله لكاترة الفيديو اللي جاي هنختم شغلنا في الشابطر ده يلا بينا بعد الانترو هنبدأ كلامنا يلا بينا يلا بينا ده كاترة عشان نكمل كلامنا في التونج كونديشن المرة اللي فاتت كنتكلمنا عن الكونجينتال كونديشن النهاردة بإذن الله ده كاترة هنكمل كلامنا هنتكلم عن التروماتيك كونديشن وهنتكلم عن النيوبلاستيك كونديشن وهنتكلم عن الايديوباسيك كونديشن ده اللي ان شاء الله ده كاترة هنتكلم عنهم في فيديو النهاردة وبإذن الله الفيديو اللي جاي هنختم باقي الكونديشن اللي موجودة تبع الشابطر ده النهاردة بإذن الله هنبدأ كلمنا بيه التروماتيك التروماتيك هده كثيرة من اسمها ان التنج بتاعنا تعرض لترومة نظرا لان المكان بتاعه أسلا يوطر من اكتر الاماكن اللي ممكن تتعرض لترومة نظرا ان فيه مثلا عضة عضيت على السنق غزبا عنك مثلا لو فيه اي شرب اوبجيكت موجودة فعمل كونتكت على طول مع التنج فممكن تعمل فيه الترومة دي فبالتالي بيكون تروماتيك ألصر فهنا لما اقولك ان احنا عندنا التروماتيك كونديشن تعرف على طول اننا بتكلم عن التروماتيك ألصر والتروماتيك ألصر ده كثيرة لو تفتكروا كنا قلناها السنة اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن حاجة خطيرة جدا الماليجنانت ألصر التروماتيك ألصر يعتبر شبيهة بالماليجنانت ألصر من عشان كده مهم جدا جدا موضوع الدياجنوسيز هنا لازم تعمل الدياجنوسيز صح ولازم تتأكد من خلال البياشنت هستوري هل المشكلة اللي موجودة دي استمرت لمدة طويلة ولا لا هل كان لها سبب ولا بدون سبب كل الأمور دي مهمة جدا عشان تتأكد هل هي بجد عبارة عن تروماتيك ألصر ولا لها أي حاجة مخفية تابع الماليجنانسي كل الكلام ده لازم نفهمه فبالنسبة لكثيرة لتروماتيك ألصر لما اجيكلم عن الكلينيكال فاتشور بتاعتها بالنسبة للنمبر مثلا في أغلب الأوقات بيكون سليتري يعني ده كثيرة بيكون سينجل في أغلب الأوقات بيكون سينجل طب بالنسبة للصيص بتاعها لا الصيص بتاعها ده كثيرة بيكون متفاوت ما بين أقل من واحد ميلي لأكتر من واحد صمتي انت متخيل طب بالنسبة للسيمتوم هل التروماتيك ألصر دي ممكن بتعمل بعض البين بالنسبة لباشنط هقولك طبعا في أول أيام من الترومة بيكون فيه بين هل البين ده بيكون شديد لا بيكون عبارة عن ميلد بين ده في البداية في أول فيو ديز بعد الترومة حلو جدا دي أعتبر هذا كثيرة النقطة بتاع بتاع تروماتيك ألصر طب بالنسبة للدييجنوسيس إزاي قدر اميز هذه التروماتيك ألصر عن أي حاجة تانية عن أي نيوبلاستيك ليجن هقولك ان انت بتقدر تميزها أو تقدر تفرد ما بينهم من خلال بيشنط هستوري بتعرف ان البيشنط هل فيه أي سبب لها هل فيه أي ترومة بتعمل كلينكال إجزاميناشن وبتشوف بنفسك هل فيه أي حاجة هي اللي بتسبب هذه الألصر ولا لا وبتشوف برضو المدة بتاعتها كانت موجودة من قد إيه بالزبط وبتستمر قد إيه والبين بتاعها كل الهيستوري بتاخده من البيشنط عشان تقدر تعمل دي ألصر صح فبالتالي بتقدر تحدد هل هي حاجة خطيرة ولا مجرد بس تروماتيك ألصر اتفقنا فموضوع الدييجنوسيس بناخده من خلال البيشنط هيستوري هلو جدا طب بالنسبة للتريتمينت إزاي بعالج هزي التروماتيك ألصر على طولها ده كاته أننا بشيل السبب لو فيه أي مثلا حاجة شرب لازم إيه لازم أشيلها لو مثلا البيشنط تتبع عضاء لسانه لازم أبدأ تتعامل مع الموضوع ده فأول حاجة يبعمله أننا بشيل الكوز ولما أنا بشيل الكوز ده كاته بيحصل هيل من مدة يومين إلى سبع أيام خلال المدة دي يا شباب بيحصل هيلينج ليه هزي التروماتيك ألصر طب افرد بقى أن عدى أسبوع عدى أسبوعين ولسه هزي الألصر موجودة هنا بقى أنت لازم تاخد بايوبسي يبقى لو استمرت أكتر من سبع أيام فهين أنت لازم تاخد بايوبسي عشان تتأكد هل فيه أي حاجة ممكن أخاف منها ولا لا زي الفل ده كاته زي الفل دي أعتبر النقطة بتاعة التروماتيك كونديشن بسيطة جدا جدا وسهلة جدا كده خلصنا من المثال رقم اتنين أو كونديشن رقم اتنين فعل threw 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 عن th النوع الاول اللى هو الهيمانجيومة والنوع الثاني هى الرحمانجيومة جرحناها السنة وهذا يحتاج للعزيم في القرى الباصولوجي بالتفاصيل هنا عن امنجيوماما لا نطول فيها متواجد ده طبيعة المنهج في الوقت ده عدد بناين يوجد مثالين مثال الاول هو الهيمنجيوما ورم بتاع بلود فيزيلز اما الورم تلك اللمفانجيومة يعني هذا المفهم دهه رقم واحد سنتكلم عنه هو الهيمنجيوما فهي نتفاني عدد من خلال الاوت والممكن داكاترة بنقسمها كالتالي بيكون لها تلات تقسيمات وتلات تقسيمات دول داكاترة بيكون على حسب المصدر بتاع المشكلة هل هي مشكلة كونجينيتل ولا داكاترة مشكلة نتيجة فاسكولر مالفورميشن ان في مشكلة في الفاسكولر او الفاسكولارتي او في البلاد فيزلز واما داكاترة المشكلة حاجة اكويرد يعني مع الوقت حصل ان الخلايا اللي موجودة عندنا بدأت تتهبل وبدأت تتكون بشكل كبير جدا جدا حصل زيادة داكاترة في تكوين الخلايا فبالتالي حصل هذا النوع من الانواع التيومر فبالتالي احنا عندنا تهد امثلة لهذه الهيمانجيومة بقدر صنفها لي اما تكون كونجينيتل هيمانجيومة واما تكون بسبب فاسكولر مالفورميشن واما داكاترة اكويرد حصل حاجة خلت الخلايا اللي عندنا تتقاصر بشكل كبير فتكون هذه التيومر بالنسبة للكاترة الكونجينيتل الكونجينيتل بيكون عبارة عن التيومر داكاترة بيكون موجودة عند الاطفال ولكن لما الطفل دا بيبدأ يكبر شوية في العمر ساعتها الركاترة التيومر دا بيتضقل لحد ما ينتهي بشكل كامل فبالنسبة لكونجينيتل يا شباب بيكون موجودة في الانفانسي ولكن لما الطفل دا يكبر ايه اللي بيحصل بيحصل الشباب ريجريشن لها فبالتالي حجمها بيقل مع الوقت فبالتالي في مرحلة معينة هنلاقي ان هذا التيومر انتهى بالنسبة لهذا الشخص هالو، دا بالنسبة للنوع كونجينيتل طب بالنسبة للفاسكولا منفروميشن ايوه بيكون موجودة عند البرس ولكن الفرق ما بينها وما بين الكونجينيتل ان الكونجينيتل بيحصل لها ريجريشن اما داها كثرة ما بيحصلش لها ريجريشن وهنا انت بتتكلم عن مصيبة انت بتتكلم عن التيومر مش هيحصل له ريجريشن مع الوقت او مع العمر فبالتالي هنا لازم هيكون في تدخل جراحي هنعمله عشان بنتخلص من التيومر دا حالو حالو ده يعتبر مشكلة لو كانت سبب فاسكولار مير فورميشن اما يا داكاترة الاكوارد حصل زيارة في تكاثر الخلايا ده بتكون less common يعني بتكون اقل بكتير من النوعين اللي قبلها حالو ده يعتبر داكاترة كليسفكيشن بتات هذه الهيمانجيومة طب انا الوقتي لما شوف تيومر عايزة اقول ان هو هيمانجيومة هاقدر احدده ازاي يا داكاترة بقدر احدده كلينيكالي من خلال بعض الحاجات اللازم نكون عارفينها مع بعض اول حاجة يا شباب ان هي بتكون elevated يعني احنا عندنا ورم بيكون elevated بيكون مرفوع دي اول حاجة بتلاقي التونج بتاعك متضخم شوية فبتلاقي elevated تونج دي اول نقطة تاني نقطة يا شباب بيكون الشكل بتاع تيومر ده سيسايل سيسايل يا شباب فاكرين مالوش رقبة بيدو هو اللي كان ابو رقبة اما السيسايل بتلاقي التيومر موجود بالشكل ده او اللي سويلنجي موجود بالشكل ده ديه اتبرا الشكل بتاعه طب هو ده كاترة بيكون نائم ولا بيكون خشن هقول لكم في اغلب الاحيان بيكون smooth ولكن في بعض الاحيان ممكن يكون في البيبلي appearance ثاني هو في اغلب الاحيان يا شباب بيكون ايه بيكون smooth ولكن ممكن في بعض الاحيان او في بعض الاماكن منه تلاقي ان في البيبلي يعني بتلاقي محبب بالشكل ده بتلاقي السويلنجي اللي موجود ده محبب بالمنظر ده دي هو طب برضو حاجة ممكن نقرفها طب بالنسبة لديكاترة للcolor هقولوك اديكاترة ان الcolor دي هو طبع النقطة مهمة جدا 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 الcolor مهم ايه همية الcolor؟ لان ده ده كاترة هو اللون بتاعه زي اي vir muscular او اي vesicular legion اي vesicular legion يا شباب بيكون red او ممكن يكون مثلاen burblish branfish اللوش ممكن يكون حاجة من دول صاح صاح. بس بازل يهم من اوى ده كاترة عشان اقدر احدد هل هو عبارة عن rescتى leader or preventing the non-vascular legion لازم داكاترة بإعطام TelTest مهم جدا جدا قدوا بالكم منه إذا قمنا بتصول تقلق تست ما هو? إننا تقدر تقال على هذا التالي إذا ل Bear Kh saturate أعلم قد عطول сильно بأنه عبارة عن Por政治 لو للم حصل على Learn Blending يبقى نانسえان إلى vineck نان指 هو Valg لاعرف مكان إدك قد objections ما يدخل على ايدك طبيب صح؟ اللوم بيتغير شوية بتبيض هو موضوع بلانشينغ فيدي كاترة هذا أباره عن صاف له صح أو لا عندما اجي اعمل له لو حصل له بلانشينغ يا شباب اذا بنت د participar عن بلانشينغ لو ما حصل بلانشينغ فانت مش دONG ولكن كيف سهدق أنك عبره عن باجمينتد دONG باجمينتد non-vascular lesion دي نقطة مهمة جدا جدا عشان نقدر نميز دي اعتبر differential diagnosis لازم نكون عارفينها كيف نميز ما بين هذا vascular lesion اللي هو هذا الهيمانجيومة وما بين pigmented non-vascular lesion هتقوم ايلي من خلال بلانشنج تست ان انا بعمل compression على الليجن ده لو لقيت انه بدأ يحصل بلانشنج فانت عبارة عن vascular lesion انت عبارة عن هيمانجيومة طب انت لو ما حصلش لك بلانشنج فانت ليس عبارة عن هيمانجيومة ولكنك ممكن تكون عبارة عن pigmented non-vascular lesion مجرد pigmentation حصلت في المكان ده ملهاش اي علاقة به ال blood vessel disease اتفاقنا يا شباب دي هو طبع النقطة مهمة جدا جدا كان لازم نركز فيها طبع عرفتنا كده ايه هي السمطومز اللي ممكن يشتكي منها ال patient ده انها ده كثرة طبيعي انت بتتكلم في تدخم في دي التنج التدخم في التنج ده ممكن ال patient يعض عليه فممكن ده كثرة يحصل bleeding ده حاجة ممكن تحصل ال patient هيتشتكي منها طبعا ال patient هيتقلم منه ده حاجة ممكن تحصل طبعا انت بتتكلم هنا عن طنج كبير الطنج الكبير يا شباب ممكن هيعوق التنفس فانت بتعمل difficulty في breathing في التنفس طبعا ده مشكلة ممكن تقابل ال patient ده وكمان ده كثرة تعمله مشكلة في المضغ بيجي ياكل عمل له مشكلة كمان ده كثرة تعمله مشكلة في speaking مش قادر يتكلم فدي حاجات طبيعية جدا جدا ممكن ال patient ده يشتكي منها اتفاقنا ده كثرة زي الفل عرفنا وخلاص حددنا انه هو عباره عن هيمانجيومة انا هتعامل معه ازاي؟ هقولوها ده كثرة انا هتعامل معاه من خلال تلات طرق الطرق الاولى اننا مش هعمل اي treatment مافيش اي treatment تحتاجه خالص ليه؟ ده في حالات ده كثرة لو الليجن صغير فهنا انا مش محتاجه اعمل اي treatment ده رقم واحد رقم اثنين طب افرق بقى ان الليجن ده كان كبير شوية تاني لو الليجن كان كبير شوية فهنا انا بعمل surgical management في حالة ده كثرة لو كان الليجن اللي موجود في الطنج كبير فهنا لابد انها هتدخل من خلال surgical treatment عشان يا ده كثرة اتفادى ال injury اللي ممكن تحصل للطنج واتفادى ال bleeding الكبير اللي ممكن يحصل للطنج ده في حالة انه ايه؟ حالة انه large lesion اما ده كثرة فيه حالات كده بنتخذ معها طريقة بنسميها karyotherapy او laser therapy ده بيكون اخف انواع surgery او اخف انواع الجراحة ما بكونش محتاج خالص ان انا ادخل بال blade وان انا اعمل مشكلة في الطنج او ان انا اقص الطنج فهنا ده كثرة بيكون في حالة واخدوا بالكم منها ان احنا عندنا small superficial lesion اللي موجود small صغية بس في نفس الوقت سطحي فهنا ايه؟ laser او karyotherapy هتكون كفيلة جدا جدا ان احنا نتخلينا نتخلص من الليجين ده فال laser therapy او karyotherapy يا شباب بنستخدم الاول sclerosing agent عشان نجمد الليجين ده هنا قبل ما بستخدم الليزر اول حاجة ده كثرة احنا عندنا الليجين بالشكل ده فبقوم حاطة جواه حاجة بنسميها sclerosing agent عشان ايه؟ عشان نجمده وبعد كده كثرة بقوم جايب الليزر بقوم موجيهه عشان اشيل هذا الليجين وده بيكون يا ده كثرة في حالات لو ايه؟ لو الليجين ده small و super facial ده نقطة مهمة ولازم نكون عارفينها امتى هستخدم الكيروي سرابي او والليزر سرابي هتقوم على طول في حالة لو كان small localized superficial lesion ماتفقين؟ تمام بحط الاول ايه؟ sclerosing agent حاجة تجمد الليجين الاول زي الفل ده ده كثرة اعتبر كل حاجة متعلقة بهذا الهيمانجيومة تعالوا ده كثرة عشان نتكلم عن المثال الثاني في البناين اللي هو الليمفانجيومة يلا عشان نتكلم عن الليمفانجيومة يلا ده كثرة عشان نتكلم عن الليمفانجيومة واللي من اسمها هي الليمفانجيومة الإعبارة عن ايه؟ إن력 fourteen لما انها بروليوفريتشان نت Rica و بلود فيززززز عند bef�� بروليوفريتشان يكو matt بيؤدي كدّن ل هذا الليمفانجيومة إنه يحدث زيادة في تكوين الخلاية فبالتالي بيحصل هذه اللينفانجيوما واللي بيقولوك دكاترة ان احنا ممكن نقول عليها ان هي مجرد هامارتوما اللي هو عبارة عن زيادة في جروس الخلايا او مجرد فاسكولا مالفورميشن اكتر منها نيوبلازم فالينفانجيوما لو قلنا عليها مصطلح هامارتوما بيكون افضل وبيكون اقرب ليه الصح تمام تمام طب اللينفانجيوما دي انا ممكن نشوفها في الصورة ايه بما انك بتكلم عن الطنق خلوك دكاترة احنا ممكن نشوفها في صورتين ممكن يكون اللينفانجيوما ديت مجرد حاجة سوبرفيشيال عبارة عن سوبرفيشيال ليجن ممكن ان دكاترة يكون عبارة عن ديبر ليجن لو هي حاجة عميقة شوية فطبعا هتبان بشكل اكبر بباني دكاترة شبه جريب لايك استراكشور بتلاقي دكاترة ان الطنق عليه هزي الليجن بالشكل ده او سويلينجس بالشكل ده عاملة شبه العنب بالزبط فلما قولك ان هي بتكون ديب فانت بتقول لي ان هي بيكون شبه الجريب لايك استراكشور بتكون دكاترة ديفيوز اكتر اما دكاترة السوبرفيشيال بيكون بابلومة النتشر بيكون دكاترة في بابل ابيرانس بالشكل ده طب بالنسبة لللون بصوا دكاترة بالنسبة للسوبرفيشيال دي فاللون بتاعتها بيكون اما رد واما بربل انكالر لونها بتغير لان هي حاجة سوبرفيشيال كل ما يكون الليجن مور سوبرفيشيال كل ما يدينا اللون بتاع الليجن ده او بتاع الفاسكولر الليجن اللي موجود فبيكون يدي كترة ريد او بيربل اما يدي كترة لو كان ديب هيكون نورمال انكالر وطبعا كل ما يكون الحاجة نورمال انكالر بتأتك انطباع خطير شوية يعني في مشكلة اكبر هنا فهنا بيكون القلور بتاعه نورمال انكالر نفس الميكوزة نفس اللون الميكوزة بالزبط يبقى هنا يدي كترة بالنسبة لللون لان ده مهمة جدا جدا في السيبرفيشيا طبيعي حاجة سطحية فانا هشوف اللون بتاعها اللي هي ريد او بيربل اما ده كترة لحاجة ديب فهي مش هيبان لها اي لون فاحنا هيبان لنا اللون الطبيعي بتاع الميكوزة بتاعتنا متفين يا شباب زي الفل دي اعتبر النقطة بتاعت هزي الانفانجيومة هارفني الكلينيكال ازاي احددها وازاي يعرف هي عبرها عن انفانجيومة ولا لأ طب بالنسبة للتريتمنت هلا احتاج اعمل لها اي تريتمنت هقول لكم لو مش عامل اي مشكلة بالنسبة لبيشنت لو مش عامل اي فانكشنا بروبلم مش محتاج ان اعمل اي تريتمنت خالص نو تريتمنت از نسيساري اتفانه دي كترة بس كده دي اعتبر كل حاجة بالنسبة لي البناي النيوبلازم خلصنا منها الامور بسيطة وسهلة يلا بينا بقى عشان نتكلم عن الماليجننت النيو بلاستي كونديشن ولو سألتك من اول واحد من اول حاجة ماليجننت جد في بالك وانت هنا بتتكلم عن الطنج هتقوم يلي على طول الاسكويماس سيل كارسينوما دي اللي ان شاء الله يتكتر هنتكلم عنها واللي طبعا درسناها بشكل تفصيلي كامل شابتر ونص كاملين في القرى باسولوجيه هنتكلم عنها سريع يبقى كده خلصنا كل النيو بلاستي كونديشن هنتكلم بعدها عن الاي ديوباسيك! ليجن ويبقى كده خلصنا فيديو النهاردة يلا عشان نتكلم عن هذا الاسكويماس سيل كارسينوما واللي هي عبارة عن ماليجننت نيو بلاستي كونديشن يلا بينا يلا punctφ pela criminal يلا د Перelu عشان نتكلم عن الاسكويماس سيل كارسينوما اللي احنا ايه اللي احنا حفضناه قبل كده الاسكويماس سي كارسينوما اللي كانت عبارة عن Dragic painzer واللي كان بيمثل 80% من الأورال كانسرز انت متخيل؟ فهو دايما معانا كده ربنا يعفينا ويعفيكو جميعا يا رب ويحمينا من هذا المرض لأنه هو خطير جدا 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 الأسكومة السيكارسينومة الذي يمثل 80% من في نفس الوقت ده كترة هذا الماليجننت تيومر بيحب أو الطنج من عشان كده احنا هنا لما جاءنا نتكلم عن الباستولوجيكي بتاعت الطنج كلمنا نعمال هذا الاسكومة السيكارسينومة هلوقت ده كترة ان هذا الاسكومة سيكارسينومة بيكون ليريتسبوزينج فاكتورز بيكون ليريسك فاكتورز ايه هي looseroaban ان الناس الات часو الصالة إلي بتشرب الاتفي الخاص والتوباكه على طول واللي بتستخدم التوباكه بيكون عندهم أرده كبيرة جدا لآنز التيومر لما يكون عنده فييوز للتوباكه واللالكوحول ثمام من عشان كده بقي أو اللي يشرب بقي حاول تباد عنهم لان انت بتزود من فرصة حدوث هذا التيومور لك. فخاف عن نفسك. حلو. الوقت ده كاترا بقيت اعرف مع بعض الـ Legion ده عشان اقدر حدده وعشان اقدر اقول هو برا عن سكرت سينومور لازم اعرف ايه. لازم اعرف ده كاترا ان الـ Legion ده بيكون اجزوفيتك بيكون ده كاترا طالع عن المستوى بتاع التنج. ده مستوى بتاع التنج بلاقي ان الـ Legion ده بيكون اجزوفيتك سوف يجب أن fluent barium حروفك. سوفhi تسرع بالمكان الخروج وهو اكثر اماكنك يكون في الطنج وهو مثل و أي مكان يكون في مكان إليها طيب هو يعمل اي مشكلة بالنسبة للحجم مرتفع الاكسوفيتك دي بتعمل بان بالنسبة للبان هلوكا داكاترا في الاول في الانشيال مبيكونش عامل اي بان بيكون بانلس نفس طبيعة ايه 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 بانسر بيكون بانلس مش بيسبب اي قلم ولكن مع الوقت ممكن يا داكاترا يسبب بعض البان زي ايه قانسر في الدنيا حلو حلو طب هو يا داكاترا بيبان ليه ازاي ركزوها معي عشان النقطة دي مهمة جدا 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 وموضع يمسكيو الاسكويموس سيل كارسينوما انا بشوفها ازاي عشان اقدر احددها هقولوك يا داكاترا ان هي بتكون عبارة عن ايه حيطة الثر قال لا مش انت قيل ايه اجزوفاتك من شوية اهدى علي وانا فهمك هي بيكون الثر بالشكل ده تمام تمام بيكون بقى عندها رولد الريجولر بوردر بيكون يا داكاترا البوردر بتاعها رولد بيكون عالي ورولد ملفوف وفي نتش تلوقتي داكاترا بيكون ايه بيكون ايه بيكون الريجولر بالمنظر ده فانت بتتكلم ان هو بيكون ألثر ألثراتد دي اول حاجة تاني حاجة بيكون عنده رولد الريجولر بوردرز دي مهمة جدا جدا ولازم نكون واخدين بالنا منها بيكون عندك هنا نيكروتيك سنتر بيكون عندك هنا نيكروتيك سنتر بيكون عندك هنا نيكروتيك سنتر دي اعتبر اكتر حاجة ممكن تعرفك دي عبارة عن سكومة سكرسينومو املا تاني احنا عندنا في تانج لدينا موجود ليجن الليجن داكاترا بيشكله ولديه بوردر بوردر دا بيكون رولد وروجلر وجيت ابص داكاترا جوة الالثر دي لقيت ان السنتر بتاعها المركز بتاعها بيكون نيكروتيك بيكون حاجة معفنة موجودة في النص كده تمام تمام هل يا داكاترا الالثر دي بيكون انديوريتد طبعا بيكون انديوريتد زيها زي اي مليجنانت الثر فها بيكون سابتة متحجرة دي معلومة مهمة جدا اننا نارفها عنها في نفس الوقت الأبيرانس بتاعة بيكون ميكس ما بين حاجه بيضه و حاجه حمره انت بتكلم عن حاجه نكروتيك في الحاجه النيكروتيك دي هيكون فيها عفن و جوال حاجه حمره فهي بيكون ميكس ما بين حاجه رد و لون ابيض في ميكس ما بينهم زي الفل زي الفل ممكن يا ده كاترا بقى الكنسر ده بيكون عامل مشكله في اي لينفنود مجاوره فبالتالي ممكن تعمل لينفاديينوباسي دي حاجة طبيعية جدا جدا ممكن تكون موجودة شوف اي لينفنود مجاورة للمكان بتاع الطنج سوان كان سب منديبولر لينفنودز او سب لينجوال او حتى سيرفايكل ممكن ادكاترة تعمل فيها هزين مشكلة فبيكون عندنا لفة دينوباسي اتفقنا تمام دي ادكاترة يعتبر حاجات ممكن نلاحظها في الانيشيل ستاج بتاعة هذا الاسكومي السيكراسينوما يعني هنا انت بتكلم عن الانيشيل ستاج طب بعيد الشربان انت بتكلم عن ليت ستاج او ليتر ستاج انت بتكلم عن واحد مهم الفضل السايب الكنسر ده لمدة طويلة بدون ما يتدخل بدون ما يروح للدكتور ويتعامل معاه فاحنا دا كاترة في الحالة دي للاسف الشديد هذا الكنسر بيجبر جدا 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 وبيعمل دفقالة في الاسوالوينج بيكون عندك كنسر كبير في الحجم كبير في الصيز فبالتالي دا كاترة ممكن يوصل لي الزور بتاعه من كتر ما هو كبير فبيعمل مشاكل في الاسوالوينج فبالتالي طبعا انت بتكلم عن حاجة هنا هنحتاج ان احنا نعملها كيمو سربي وهنحتاجها دا كاترة ان احنا نعمل سيرجيكا ريموفل للطانج وتعمله ريديو سربي دي حاجات هنحتاج ان احنا نعملها وده اللي هنرفه الوقت فيه التريتمنت بتاعت هذه الاسكومة سي كارسينوما انا كيف بتعامل مع مصيبة شبه دي يلا عشان نتكلم عن التريتمنت بتاعت الاسكومة سي كارسينوما بين نسبه ريكاتر للتريتمنت اكتر مشكلة بتوجهني فيه تريتمنت هي الدايجنوسيس نفسها الدايجنوسيس ايوه ان انت تقدر تحدد هل الالسر دي عبارة عن تروماتيك الالسر ولا يا دا كاترة عبارة عن ماليجننت الالسر فمهم جدا جدا الدايجنوسيس فانا يا دا كاتر بعمل ايه بعمل نفس انا عملته مع تروماتيك الالسر بيشيل السبب وأفضل مستني من يومين إلى سبع أيام لو فضت داكاترة المستمرة معانا أكثر من السبع أيام فهنا أنا بيحتاج أن أنا بعمل بايوبسي عشان أتأكد طب بفرض بقى أن تكتب بايوبسي للأسف الشديد كانت داكاترة أن فيه يعني دا عبارة عن ماليجننت ألصر هنا داكاترة خلاص بتعامل من خلال أن أنا بعمل سيرجيكال ريموفا لي الجزء بتاع تيومر وبعمل سيفتي مرجن وفي نفس الوقت بخلي البيشينت دا بيتعرض لي الريديو سيرابي دا التريتمينت بتاع هذه الم какиеمليجننت ألصر يبقى داكاترة بعمل سيرجيكال ريموفا لي التيومر بعمل سيرجيكال ريموفا لي ومهم جدا جدا بعمل سيفتي مرجن عشان تأكد أن ما عادش فيه أي بقاية له هذه المليجننت cels بعمل سيفتي مرجن وفي نفس الوقت زيادة التأكيد بعمل داكاترة الريديو سيرابي فدي حاجات طبيعية بعملها في حالة هذا الكنسر اتفقنا هذا كل شيء بالنسبة لهذه الاسكوماس الكارسينومة سهلة جدا وبسيطة عرفناها كده خلصتنا من النيوبلاستيك كونديشن يلا دكتة عشان نتكلم عن اخر نوع موجود معنا الا هو الايدوباسيك كونديشن حاجة مجهولة الوقت تعال كلمني بقى عن ليجن او كونديشن موجودة بدون اي سبب وده ركتة هنا نتكلم عن حاجتين عارفينهم من زمان الجيوجرافيك تانك والهيري تانك سهلين جدا جدا هنعرفهم الوقت في هذه الايدوباسيك لجنز وده دكتة نعتبر مثال رقم اربعة يلا هنتكلم الاول عن الجيوجرافيك تانك يلا بينها يلا دكتة عشان نتكلم عن الجيوجرافيك تانك شايفين انت الصورة دي او الرسمة دي ايه اللي انا شايف قدامي انا شايف حاجة عاملة زي الخريطة بالضبط هو ده الجيوجرافيك تانك طب ايه اللي حصل بالضبط اللي حصل دكتة ان في دي باباليشن حصلت لفلي فرما باللوي احنا عرفنا دكتة ان ده التانج بتاعنا وفيه فلي فرما باللوي موجودة بالشكل ده كتير اوي اوي صح؟ فلما دكتة بيحصل دي باباليشن لها فانت هنا بتتكلم ان حصل اتروفي لهذه الفلي فرما باللوي فلما بيحصل دكتة الاتروفي لأي حاجة في الدنيا ايه اللي بيحصل لونها بيكون رد وده اللي حصل بالضبط شايفين دكتة النقاط الحمراء ده او جزء الاحمر ده دا عباره عن東 рам حقام دا عباره عن مرشن ابيض استرى ايا انا ملاحظ اي 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 انا انا ملاحظ كثيرا اي اي ان ام محاطة بيسي بيضى اي اي اذا استLER اذا ادىcza اي علي ا şehways او اي اذا اي ازاط للفاصلة تشطير في البيض اي يا رفا ده استيقظ لقبية عبر اي M ارهاه رفا مباسا في المحيطة بهiersميتما تقول اكون ال來了 빠زوضته حصل الإخراجة الثواحدة الثINGS الثvantning ثم عطتنا إلون الأكبر وحصل إذا كاترة ilongation لبعض الفليل فورما باللاي اللي موجود عند المرجن بتاع اللون الرد ده أو اللي موجود عند المرجن بتاع اليريسميتس ده فبالتالي إذا كاترة حصل هذه العلومات فبالتالي عطتني اللون الأبيض فأنت بتكلم الرد ده عبارة عن الأريا نفسها أما إذا كاترة اللي حاولين الأريا اللي هي المرجن أو اللي هي بوردر ده اللي اللونها أبيض أخدنا بالنا دي أعتبر الفكرة بتاعتها هذا الإبرنامطة التزايا وهذا يعتبر به هاترو في الابيسيليم هناك البيسيليم مؤشر و mớiあいたيا تحت البيسيليم لكتر positive tissue الركاترة موجود في موجود في موجود corona inflammation هنا موجود corona inflammation الجيajo في Triple عند学 Phew يوجد pink نتفتشه في Chronic Inflammation دي هي النقطة الأولى بتاعت مين بتاعت جزء أتروفيك أما دكاترة بالنسبة للنقطة الثانية بتاعت الجزء اللي فيه Elongation ليه البريفرال في فيليفورم بابل لاي انت هنا بتتكلم ان المارجن بتاعك موجود فيه لون أبيض نظرا لان دكاترة حصل في المارجنال فيليفورم بابل لاي دي هو اعتبر دكاترة الفكرة بتاعتها بشكل كامل سؤال هل فيه أي ديسبليجيا في الكلام ده مفيش أي ديسبليجيا خالص مفيش أي حاجة خطيرة ممكن أخاف منها التفاني دكاترة دي نقطة مهمة جدا كان لازم نتكلم عنها وكان لازم نفهمها طب سؤال هزي الجيوجرافك تنج بيكون موجود أكتر في الفيميل ولا الميل زي ما قلتها لكم السنة اللي فاتت في القرى باسولوجي احنا عارفين ان الفيميل بتحب الخرايط أكتر من الميل فهي بيكون في الفيميل أكتر من الميل طب هل هي دكاترة بتعمل أي مشكلة بالنسبة للباشنط لكن هي بيكون اسمتوماتيك ما بتسببش أي بين بالنسبة للباشنط ولكن في بعض الأحيان ممكن تعمل بعض الدسكمفورت بالنسبة للباشنط مع الحاجة السبايسي نظرا لأن المنطقة اللي فيها أطروفي ممكن مع بعض الأكلات السبايسي يكون فيها بعض المشاكل وأحيانا مع السموكين الناس اللي بتدخن ممكن برضو يحس ببعض الدسكمفورت نظرا للسبايسي فود أو السموكين اتفاقنا بس دي اعتبر النقطة بتاعت هذا الجيوغرافيك طنج عرفنا الكلينيكالي عاملة ازاي وعرفنا برضو هستولوجيكالي عاملة ازاي الأمور بسيطة جدا وسهلة جدا أما الكاترة بالنسبة للتريتمينت هو الطبيعي جدا مفيش أي ايه مفيش أي تريتمينت بالنسبة لها ممكن بس تتخلي المريض اللي شبه ده يبدأ يبتعد شوية عن الأكلات السبايسي مش لازم يعني تروح لأي أكلة ممكن تعمل إريتيشن لقي الطنج بتاعك فانت حاول تبعد عن أي أكلات سبايسي وبرضو كاترة لو البيشنت ده وقت البين محتاج أي علاج انت ممكن تعطيه أي مو سرينز يستخدمه كأنرجيسك عشان يخفف من البين اللي ممكن يحصل لوقت الإريتيشن ده بس كده دي أعتبر هزاي الجيوغرافيك طنج أظن أمور بسيطة جدا وسهلة جدا عرفنا زي الفل يلا كاترة عشان نتكلم عن الهيري طنج ودي أخر حاجة نتكلم عنه في فيديو النهاردة يلا بنا ايه هي دكاترة الفكرة بتاع الهيري طنج وليه سميته بالاسم ده؟ لان دي كاترة نعرفين ان الجديد اللي عليها هذه الفليفروم بالله المفروض وزي ما اتفننا مرة اللي فاتت بيحصل لها مراحل من تتتقشر وبعد كاده دي كاترة بيحصل لها تكون تاني وبتتتكوين تاني. طب بفرض بقى انه ما حصلش وهذه الفليفروم بالله فدلت تكبر في الحجم بتاعها فهذا كترة هنا لما بيحصل يعني لما بيحصل زيادة في الصيز بتاع هذه الفلي فهنا ده كترة للأسف الشديد بيعطيك الشكل بتاع هذا الهيري تانج لان الوقت انت بتتكلم ان الدورسام سيرفس بتاع التانج بقى عليه في الفليفرومبابللاي حجمها كبير هذا الفليفرومبابللاي ده كترة لما يكون حجمها كبير بالشكل ده ومع بعض البجمنتيشن اللي ممكن تحصل عليها من المايكورورجانزم فبالتالي بتعطيك الشكل بتاع الهيري تانج بتلاقي التانج بتاعك عليه حاجة شبه الشعر بيكون لونها بني او بيكون لونها اسود تمام اللون ده ده كترة بيجي من البجمنتيشن بتاع المايكورورجانزم ام هي بيكون حجمها كبير ليه نظرا لان الدسكوميشن التأشير بتاع ده كترة هذه الفليفرومبابللاي بيقل جدا جدا فبالتالي بيحصل فيها هايباتروفي فبالتالي ده كترة بيبلنا الشكل بتاعها بالمنظر ده اتفاءنا زي الفل هل هي اداكاترة ممكن تعمل اي بيم بالنسبة للبيشن هذه الهايبر طروفيraulي ما بتعملش اي مشكلة بالنسبة للبيشن بتكون اي سمتماتيك ولكن اداكاترة الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعملها في حيات ان هي تكون كبيرة اوي ممكن تعمل جاجينج بالنسبة للبيشن ده يعني ممكن يرجع منها تمام دي أعتبر مشكلة ممكن تعملها طب بالنسبة اداكاترة للون بتاعها هؤلوك اداكاترة للون بتاع بيختلف ما ستبعى على طرف التجزير قد تكون من مستج Athens قد تكون فقط بكترة الأسباب أغلب الاجتماعي على الاجتماع Nine لا يدول الاجتماع لريتماع اربع اسباب. هل يقول لك الناس الذين يستخدم انتبيوتك سكتير سوى كانت هذه الانتيبيوتك كانت توبيكل او حتى السيستيميك الانتيبيوتك دي ركاترة بتقلل جدا من البكتيريا ولكن قدامها بتزود من الفنجاي فلما بتزيد الفنجاي انت بتزود من نسبة حدوث حاجة شبه دي زي الفل تمام دي اعتبر رقم واحد السبب الأول السبب الثاني يجب انفس الانتي سيبتيك ماوس ووش الناس استخدم الانتي سيبتيك ماوس ووش السيديون بيروكسيد تحفص من الجروس الف disconnected كان واتعج بح along with spend فيلي فورم باباللاي هذا موجودة نعرافه الاولاد ليفينا właśnie الناس التي قر suka تنتظر على طول الأولادurg السيرو استوميا والاولادر الصرر كيف تتعامل مع بيشنت شبهه كثيرا؟ انا بنصح بيشنت بانصحه كثيرا انه بيعمل بروشنج دايما للطنج ده وان هو يهتم جدا بالقورة هجيم وان لو كان في اي سبب من ضمن الاسباب دي لازم يتخلص منه لو كان بياخد انتبيوتك عمال على البطال بدون اي سبب بلاش منه لو بياخد انتسبتك بتزود من التكوين والجرص بتاعها زي الفليفرومبا بالله يقلل منها لو بيستخدم التوباك ويقلل منه لو عنده 0-600 فلازم نشوف السبب بتاع 0-600 فنتخلص من السبب ده اتفعنا دا كثيرا بس كده دي يعتبر انقاط مهمة جدا وكان لازم نكون عارفينها كده خلصت دا كثيرا من المثال بتاع الهي ري طانج وكده خلصت من فيديو النهاردة ان شاء الله يا دا كثيرا الفيديو اللي جاي هنختم باقي كونديشنز بتاعة التونج كونديشن اشوفكم دا كثيرا ان شاء الله الفيديو اللي جاي يلا السلام عليكم